بمعنى طيب العزراء زعلان من شريكه عايزوا يصلحوا مستنيموا صالحة ونغمس في زيته كده عايز يتفق مع شريكه على حاجة عايزين يتفقوا على حاجة والحاجة دي نحو المستقبل اما ان هي مثلا اممكن يتفقوا على الارتباط ان هما خلاص يكملوا ارتباطهم او على طريقة التعامل ما بينهم من هنا ورايح انت ام تليز بتعملش كده وانا مش هعمل طريقة دي بيزبطوا حاجة دي حاجة نحو المستقبل عايز يتفق مع شريكه على حاجة وحاجة يبكروا بيها ندم graduate انا انا قاعدة في الظلام انا هو في الظلام يا حبيبتي شايف شريكه ازاي العزراء شايفه شخص غني مش شرط ان هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعة غني غني بمشاعره غني بأخلاقه كده يعني وعنه مليانة وحاجة حلوة جدا كده وكمان وأمان ده تحت ساب اكتر حاجة الامان شايفه الامان بالنسبه بس التقمة بينكم متقلبة طلعها ناس لا يوم حلو يوم لا برتم سريع ما هو ده طبيعي ان العلاقات تبقى فيها يعني تبقى فيها ups and downs انا خايفة يا جماعة انا خايفة بجد نقص التقلب سريع اللي هو لسه متصلحين مبارح تاني يوم هوب يروحوا وقفشين على بعض فاهمين قصدي متقلبة عاملة زي المونج البحر الشريك بقى الشريك عايزين الشريك بصراحة انا شايف ان هو مش عارفة كسلان ولا ايه الموضوع عنده هو مش عايز يعمل حاجة انا هقعد كده مانتخ ويعني انت زبطي اي حاجة مش عايز يبزل مجهود ما بيبزلش مجهود مانتخ بس نفسه نفسه في صفحة جديدة يعني ان انت تخفر له اللي فده كله اللي هو ايه turn the page نقفل الصفحة ونفديها من الاول بس الشكله ما بيعملش حاجات تجاه ده يعني هي مجرد امنية شايفك ازاي شايفك برضو سعادة شايفك احتفال يحب يحتفل معاك انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال وتشاهد طاقة ايجابية جدا وحلوة جدا بس تعالوا نقلبها لو العزراء هو الشريك بالشريك يعني تفهمين قصدي ايه ان يعني شريك العزراء هاي البنت فهي شايفه اب يخوها وحاسة بخيانه أفتكر حاسة مش آه افتكر حاسة مش مش حقيقي يعني هي مجرد احساس شكوك تفهمين قصدي فشكوك ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي في حيرة كده بعدين بتقيموا الموقف زي ما تقولوا انتو في عملية تقييم بعدين بقى اه اتبعك الحمد لله الحمد لله على السلام بتقيموا الموقف مثلا او بترسموا خطة بعدها فيه انهيار لشيء كبير عشتوا بيه فترة طويلة جدا من حياتكم وحيبتدي ينهار اوكي والشيء ده شيء وحش مش شيء كويس انهيار لشيء وحش حاجة كانت غلط في حياتكم ان شاء الله هتنهار وهتبتدي الصورة تتضح اه الشهر اللي بعده شايفة انه فيه عطاء اكتر هتدوا لبعض الحاجات هيبتدي يمكن شريكك يبتدي يتحرك شوية بعد الانهيار ده بعد الحاجة الصورة دي ما تتضح هيبتدي يهتم اكتر وهيبتدي يبزي طيب اللايف فاصل او ما انا عارفه بس رجع تانية يا جماعة الحمد لله لعلمك بقى زرانك انا عاملك وانسي لا انا لا ايمانك انا كنت خايفة قوي ايمان لا حرام عليك كنت خايفة فاصل انا بس رجع الحمد لله خلاص طيب اوكي اوكي او رجع الحمد لله خلاص تمام تمام بسوا بقى يا جماعة في بقى مفاجأة هنا نورة خالص انت يعني معنا بقى شعرف اقول ايه هي حميتي بس هي صاحبتي اخر حاجة رحبوا معنا بتوتو يا جماعة توتو هتلاقي اسمها تي يو يو و تي يو يو اعسل شخصية في التاريخ بتفرج علي النهاردة من وراني يا توتو حبيبة قلني انا حلويت في عيونك انت بس يا امر بس يعني هتكلمك بعد اللي هقولك تمام هي علاقة المرجل على الزرق طيب ده حنشوفه كمان شوية في كارت نسحب كارت ولا بتقولك نورتي يا سيد الكل اهلا وسهلا كمال حمياتك رودي حاضر يا ايه انتو هتتشعلوا فيها ولا ايه نرحب كلنا يا احلى حمى في مصر انا ما قدرش اقول عليها حمى الصراحة ما قدرش اه يا اميرة مباشرة دلوقتي حددت احمد بيقولك نورتي انا بيت مش عرف على الحاجات ليتي ولا لا احمد تاني بيقولك منورتي يا توتو حبيبة قلني توتو من اكتر الناس بصراحة اللي شجعتني كمان عن الموضوع ده وكانت مقام نبايا الصراحة حبيبتي يا توتو انت طب بصوا بقى يلا من ناحية شديد كويس امين يا رب يطول في عمرها ويبارك في عمرها يا رب دلوقتي هنقلق قراءة المجانية الخاصة اللي كسبت معنا في اللايب النهاردة بعدها على طول هنبتدي في ايه بقى في السؤال الواحد تمام يلا بني القراءة اللي كسبت معنا النهاردة ده هقول اول اسم بس سني واحدة وردها على ممكن طيب دي رشد بعد ما نخلص بس خلينا نخلص بس القراءة الاول طيب انت دي مديني سكرينشوط فين الكمبرسيشن اللي كتبنا اه سور يا جماعة دوني بس سمني واحدة هبقى معيكم نورتي يا توتو الناس بتتلم عليك يا توتو توتو بس بقى لها كتير مش بتستعمل فيسبوك فتلاقيها مش هتعرفت تعمل بس انا متأكدة انها بتسلم عليكو كلكم طيب البنوتة اللي كسب فين يا راشد بس اهي اه سارة 18 8 96 استعدي يا سارة يلا قرأتك حالا اه 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 سارة 18 80 برج الاسد حلو قوي حنقرأ لها اقراءة عطفية عامان سبعتاشر خمسة كويس قوي التور كويس قوي ماشي تعالوا نشوف سارة وشركها الاخبار اه لو انت بتتواصل معايا راشد دلوقتي لو عندها اي سؤال خلال القراءة اقولي ميرسي ايا عشار تانكيو جالت منك عملت كتير شار وان بليز ما حدش يزعل من حد عشان خاطئ ما حدش يزعل من حد اله كل مرة بنختار بشكل عشوائي والله الموضوع مفوش اي اه اي حركات يعني طيب اسلام هتلاقيه زي ما هو في التسجيل يعني هو مسجل بعد ما خلص اللايف هتلاقي الفيديو زي ما هو كامل معلش يرجع اسمعه تاني لاني مش فكرة ثانية واحدة بسم الله الرحمن الرحيم مهم المختنى زارة عايزة ايه زارة ام يمكن الماديات عندها مش كويسة قوي مع الشريك او حتى لوحدها يعني هي عايزة ام الحالة الماديات تتطور اكتر او حيست تحس بامان اكتر اصل المادة دي بترمز لحكتين المادة في شكلها المادي الطبيعي اللي هي الفلوس يعني او الامان بينها الامان فهي بتنقصها دي اما فلوس او امان حيرونا بحاجة تاخدي قرار حكتين شبه بعض ومحتارة فيهم واجابة الحيرة بتاعتك دي انك تمشي ورا احساسك دي يعني ما فيهاش ما تتحسبش شايفة شريكك ازاي شايفة فيه صراع يعني انتي عايشة في صراع اما فيه ناس كتير حواليك وبتدخل في العلاقة بتاعتك وتشيز حاجة انا مما بحبيهاش خلص يعني مفيش حد يحبها اه لو هي الموضوع كده وفيه زحمة عندك جوه طلعي ناس من هاش نازمة وتبقى انتي هو بس عشان الدنيا تبقى تهدر شويه اما انتو علاقتكو فيها عقبات كتير كل ما تطلعوا من عقبة تخشوا في عقبة جديدة او انه هو نفسه اخناقا يعني انتو تخنقوا مع بعض كتير اه انا شايفة الطاقة بينكو فيها رضا يعني ايضر انتو الاثنين حاسين برضا او اه طرف واحد بس انا شايفة ان الطاقة مش وحشة بحلوة جدا مقرده فيها سعادة يعني الشريك عايز ايه اه لا الشريك بيتخانق شكل الشريك افتكر بيحاول اه اما الداخل منافسة بينك وبينه اما انه هو بيحاول يسيطر اما انه هو اه من النوع اللي بيدفع عن نفسه اللي مجرد الدفاع عن النفس فهم قصدي بتاع مشاكل يعني شكله بتاع مشاكل بس نفسه ايه نفسه يقدملك حاجة يعني على فكرة هو في الحقيقة بيحبك لا بيحبك وانفسه يبقى الفارس فارس احلامك ويجي يقدملك كل الحاجات اللي انت عايزها شايفك ازاي شايفك شايلة هموم ومشاكل كتير جدا فوق احتمالك فوق ما انت ممكن تحتمل في حالة دلوقتي ما عرفش دلوقتي ممكن انتو في حالة امل العلاقة خدت بقى فيها امل اكتر او العلاقة فيها فرص اكتر بتكتو بتبدو ان ديه فرصة او هو من ديكي فرصة فيه فرص بس بعدين في حالة طيبا حتندموا ان انتو تديتوا الفرصة دي تحسوا بندم ياريتني مادة الفرصة دي ياريتني كنت عملت حاجة تانية بعدها شايفة موقف صعب او التدين او هتبتدوا تقربوا من ربنا اكتر او شخص فيكو يعني طارف فيكو هيبتدي يقرب من ربنا فانا شفت سلسلة الاحداث كده انت عايزة امان اكتر او عايزة مستوى مادي احسن اه محتارة شايفة طاقة فيها عنف او فيها دوشة او مشاكل كتير هو بيحاول يكسب ارض يعني او بيحاول يسيطر عليكي بس هو بيحبك جدا ونفسه يقدملك حاجات كل الحاجات تتمنيها شايفك تعبانة وشايلة هم كبير والطاقة ما بينكم طاقة حب لا طاقة رضا هي رضا اكتر من حب بس فيها سعيدة فيها رضا يعني اه في فرص هتدوها هتدوها البعض الفترة دي بس واضح ان انتو هتندموا على الفرصة دي وبعدين موقف صعب دي قرية الشهر بصي هتقولي لي ده فراء انا مش شايفة فراء هي زعلة اه لو انت شايفة انو الشخص ده مش مناسب ليكي حبيبتي وديني عندك فيها مشاكل من انتو مخطوبين لا وقف في الموضوع من دلوقتي يعني مش هقوليك كتر من كده لو هي بادية بمشاكل كبيرة بالشكل ده بعد اتجاوز هتكبر اكتر انا وقاعدك دي كانت القرية الخاصة كتناعنا النهاردة ويلا باب الاسئلة تفتح زي ما اتفقنا اسم عايزة تعرف في صفر حاضر حاضر يمير ومن عناية سحبل الكارتة حبيبتي بس نشوف لي صار اخر حاجة عايزة تعرف في صفر وده لا مرسي يا رشد انك فكرتني اه لا انا مش شايفة صفر بس شايفة اعتماد على النفس انك انت لو شخص كان اعتمادي او بتعتمدي على شخص تاني فهتبتدي تعتمدي على نفسك بس ودي حاجة كويسة برد بس لسه حبتي صفر مش بين الشهر ده نشوف الشهر الجاي طيب يلا نشوف بقى الاسئلة عايزة اسم حقيقي بليز وعايزة برج وسؤال ومعلش اللي مش هقرى الكومنت بتاعه يعيد تاني يكتب السؤال تاني طيب ماكدي بتقولي ممكن كارت بس يعني افعلك كارت اهو بس عايزة برجك مش هقدر رفعها شده الكارت من غير معرف برجك دودي احنا لسه ايلينا عزراء حيلا ممكن لدي فرصة للابراج التانية اللي مش برجها النهاردة حل التجمد اخرتها ايه كويسة ولا لأ اه بعد التجمد ده في نجاح انا فاكرة كانت طلع كارت اجتمال دائرة لا اخره خير ان شاء الله ايوا فين الاسئلة بسملة اتنو سل تسعة في ارتباط حاضر اشتركوا في القناة